السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل صحيح أن الشيطان ينام على أنف الإنسان وكيف نتخلص منه تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من المعلومة يا حبيبي أن الحرب بين الشيطان والإنسان حرب أبدية بدأت منذ خلق آدم عليه السلام ثم لا تنتهي أبدا إلى قيام الساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعدين المشكلة أن الإنسان بينسى عداوة الشيطان له ويتعامل عادي جدا ويعايش حياته وكأنه لا يرتقب عدو يمكر به ليلا ونهارا أما الشيطان نفسه لا ينسى أبدا تلك العداوة ويظل متربس بالإنسان ليلا ونهارا هو شغلته يعني هو مروش حاجة هو فاضي وشغلته الوحيدة هي إضلال الإنسان وإنه يوسوس له وإنه عيازا بالله يوقع في المهالك والمعاصي ويؤذيه قدر الاستطاعة ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو يلزم ليلا ونهارا لحد النوم كمان ييجي عند النوم فينام على خياشيم الإنسان أي على أنف الإنسان سبحانك يا ربي ولذلك في الإنسان حينما ينام أحيانا يشعر بالضيق يشعر بضيق في النفس يشعر بضيق في نفسه يعني يشعر بالحزن يشعر بالهم مش عارف ينام عنده شيء من الأرق يرى الكوابيس والأحلام المفزعة كل هذا من أفعال الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ماذا نفعل مع الشيطان حينما يفعل بنا ذلك حينما ينام على أنف الإنسان قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه أي على أنفه يا مني اللي قال كده سيد ولد آدم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فالنبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم لما نكون نايمين ونقوم كده مثلا في عز الليل أعزكم الله أي من واحد عشان يشرب أو علشان يدخل الحمام أعزكم الله أو علشان أي حاجة تانية فالأفضل أنه يخش يتوضى ويستنفر يعني يستنشق الماء ويستنفر يخرج الماء ثلاثة مرات لو عمل كده الشيطان لا يبيت على أنفه في تلك الليلة طب مش قادر توضى يا شيخ محمود أنا آيم يدوب آيم بس أشرب شوية مية وهارجع عنام تاني مش قادر توضى فعلى الأقل نستنشق الماء ونستنفر ثلاثة مرات لو فعلنا ذلك فالشيطان بفضل الله سبحانه وتعالى لا يبيت على أنف الإنسان في تلك الليلة فالأصل بقى حبيبي الأصل للإنسان عند النوم أول حاجة يعمل إيه يتوضى ولما يتوضى يستنشق ويستنثر ثلاثة مرات ويقول أذكار النوم من بين أذكار النوم آية الكرسي التي ورد فيها الحديث كما في الصحيح أنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح يعني لو قرأت آية الكرسي قبل أن تنام وبعدين ننام على الشق الأيمن ونبدأ بعد كده إيه نكمل أباية إيه باية أذكار النوم فلو جاء الشيطان ونام على أنف الإنسان واستيقظ الإنسان بالليل وأكيد أي حد فينا ممكن يقلق مرة واثنين وثلاثة بالليل أو على الأقل مرة واحدة فلو إلق مرة واحدة كده يقوم يستنشق ويستنثر الماء ثلاث مرات ويرجع ينام إذا كان أهم عشان يشرب أو يدخل حمام يستنثر ثلاث مرات ويرجع ينام لو فعل ذلك فلن يبيط الشيطان على أنفه أبدا فلا تغفلوا عن هذه السنة لأنها تكون سبب راحتكم في نومكم في تلك الليلة لا يبيط الشيطان على أنفكم في تلك الليلة إذا توضعتم قبل النوم ولو إلقتم بالليل استنثروا ثلاث مرات بفضل الله تناموا نوم كل راحة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم جامعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا